والآن موعدنا مع الوقف الاقتصادية للسادسة نعم تنضم إلينا فيها الزميلة فاطيمة خليل إليك فاطيمة شكرا رجاء رمزي شكرا سارة نجيب وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة قال رئيس وزراء الإمارات محمد بن راشد المكتوم إن دولة الإمارات ستنشئ وزارة للاستثمارات وأضاف رئيس وزراء الإمارات أن هدف الوزارة الجديد هو تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة وتحفيز البيئة الاستثمارية داخليا وتعزيز تنفسية الإجراءات وتشريعات بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار وفاعلا رئيسيا في حركة الاستثمارات العالمية أعلنت السعودية وروسيا أكبر مصدرين للنفط في العالم عن تخفضات في الإنتاج والصدرات دفعت أسعار الخام إلى الارتفاع على الرغم من مخاوف التباطئ الاقتصادي العالمي واحتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة أكدت السعودية أنها ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل أغسطس وأن الخفض الطوعي قد يمتد إلى ما بعد ذلك وبعد إعلان السعودية بقليل قال نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك إن بلاده ستخفض صدرتها النفطية نحو 500 ألف برميل يوميا في أغسطس المقبل في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلنت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تمديد الخفض الطوعي للإنتاج ليشمل شهر أغسطس مما بدد تأثير المخاوف من طباط الاقتصاد العالمي واحتمالات رفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة اتفعت العقود الآجلة لخام برينت القياسي بنسبة 19 من 100% إلى 75 دولار و 55 سنت كما صعد خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 2 من 10% إلى 70 دولار و 78 سنت للبرميل كما انخفضت أسعار المزوت عالميا بنسبة 67 من 100% لتصل إلى دولارين و 43 سنت للليتر كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 33 و 32% لتسجل نحو دولارين و 71 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أعلنت الهند أن مصافي التكرير لديها بدأت دفع ثمن بعض وردات النفط من روسيا باليوان الصينية حيث ألجأت العقوبات الغربية موسكو وعملاءها لإيجاد بداء للدولار لتسوية المدفوعات وأدت العقوبات الغربية بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى تحول تضافقات التجارة العالمية لأكبر صدرات موسكو وهو النفط مع بروز الهند كأكبر مشتر للنفط الروسي المنقول بحرا كما تحولت الصين إلى اليوان في معظم واردتها من الطاقة من روسيا ذكرت صحيفة فينانشل تايمز البريطانية للاتحاد الأوروبي يدرس مقترحا للبنك الزراعي الروسي لإنشاء شركة فرعية تتيح له إعادة الاتصال بالشبكة المالية العالمية كوسيلة لترضية موسكو وقالت الصحيفة أنه في ظل خضوع البنك لعقوبات تسادف هذه الخطوة حماية اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود التي تتيح لأوكرانيا تصدير الغاذ أو الغذاء إلى الأسواق العالمية وتأتي هذه الخطوة بعدما قالت روسيا الأسبوع الماضي أنها لا ترى أي سبب لتمديد اتفاق تصدير الحبوب إلى ما بعد السبع عشر من يوليو موسيقى نمى نشاط التصنيع في الصين بوتيرة أبطأ من المتوقع في يونيو إذ أصبحت الشركات أكثر حذرا بشان توقعات الانتاج ووصل مؤشر كاكسين لمدري مشتريات قطاعة الصناعات التحولية إلى خمسين وخمسة من عشر نقطة الشهر الماضي منخفضا من خمسين وتسعة من عشر في مايو حيث يمثل مستوى الخمسين نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش وتشير البيانات إلى أن الانتعاش الاقتصادي في الصين آخذ في التباطئ مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لرجاء واسهارة لاستكمال ما تبقى من السابق شكرا لك يا فتيم